طبعا بارك للاتحاد وجماهير الاتحاد بالتأهل بارك للهلال وجماهير الهلال بالتأهل يعني الاتحاد يبدو أن فهد المولد يعيش مرحلة مهمة جدا في تحول إلى نجم أوحد في الاتحاد نعم وهو يقدم عطاءات كبيرة الهلال والشباب أنا أعتقد أنه كانت مباراة يعني كان الهلال عنده رغبة أكبر بالفوز وكانت وكانوا لعبته يعني على مستوى لياقي وفني أعلى من نظراتهم في الشباب وجدت نظري أنه الشباب تدريب سامي الجابر للشباب هو المحق الحقيقي أكثر منه عندما كان مدربة للهلال الهلال كان فريق يعني شبه جاهز في ذلك الوقت والعيم العجار بضخ مالي وجماهيرية الآن الحقيقة أنه سامي الجابر أمام مقياس حقيقي في مدى الحكم عليه بشكل دقيق الشباب كان في ورطة مالية كبيرة جدا قبل بدء الموسم تأخر لعيب الأجانب صحيح كان لديه مشاكل مالية كبيرة لملمة الأمور كان هناك إصابات في بعض النجوم مثل أحمد عطيف وبالتالي أنا أعتقد أن سامي الجابر يستفيد من تجربته الحقيقية الآن مع الشباب أكثر من تجربته في الهلال علي أن يثبت قدراته كمدرب الآن مع الشباب أكثر فيما لو كان في الهلال في تلك المرحلة نعم كانت مباراة جيدة والهلال الآن يستعد لأن يتسلمه المدرب دياز كان يشاهد المباراة البارع لما أظن وبالتالي كان كانت فرصة للمدرب الجديد وكانت فرصة للعبين المثبتون أنفسهم في المباراة نبارك الاتحاد ونبارك للهلال ولكل الجماهير في فريقين سامي ممكن ينجح مع الشباب تركي؟